السباح الخير عليكم مرة تانية النهاردة انا هتكلم مع حضراتكم على تكملة حوالين موضوع الاسترس وحنتكلم على قضية مهمة جدا وهي ما يسمى الكوبينج ستايلز او بعض يسميها الكوبينج ستايلز مهارات المواجهة او مهارات المجابهة ازاي نتعامل مع الضغوط وحنشوف ان انا ممكن يكون عندي اكثر من استراتيجي وبالتالي هنتكلم على حاجة اسمها كوبينج ستراتيجيز ايه هي? الستراتيجي كل واحد فينا يعني اكيد اكيد كل واحد فينا يعني فيسل استراتيجيز بنواجه الضغوط ويعني الحياة حاليا دلوقتي بقت يعني مليئة بالضغوط ففي عندنا كل واحد فينا وكل شخص فينا عنده طريقة استراتيجيز لمجابهة الضغوط احنا كنا تكلمنا قبل كده على الميل والفيميلز وقلنا ان الميلز بيستخدموا حاجة اسمها فايت او فلايت بينما الميلز بيستخدموا تند and befriend ده كان كلام جنرال عام جدا لكن هنا حنتكلم بمور ديتيلز حوالين الكوبينج ستراتيجيز اللي هي استراتيجيات او اساليب او فنيات او اساليب المواجهة مع الضغوط ازاي بنواجه الدغوط بنأكد بداية بنقول ودي يعني دي جملة مهمة جدا ما فيش طريقة مجابهة او طريقة مواجهة للضغوط تصلح مع كل شخص ليست صالحة لكل شخص او صالحة لكل نوع من انواع الضغوط اذا كل واحد فينا له طريقة مجابهة تناسبه هو وكل واحد له اسلوب مجابهة تتوقف مع النوع الستريسور دي نفسه اذا ما فيش حاجة اسمها اللي هو بنسميه يعني ايه الوصفة السحرية يعني الماجيك ريسيبي يعني مش حاجة اسمها كده مش حاجة اسمها ان فيه طريقة كوبينج استراتيجي is optimal for everyone and every persons and every stressors اذا الكلام غير دقيق وغير علمي لكن قد تكون طريقة كوبينج استراتيجي يعني right in situation maybe the same كوبينج استراتيجي is not right in the other situations فالامر بتوقف على الستريسور وعلى الشخص نفسه for example على سبيل المثال denying وش معنى denying الانكر لانك فيه اتفاق على ان الانكار ده طريقة استراتيجية سيئة ان الواحد يكون عنده فيه استراتيجي بيوجهه ثم ينكره يقول مش موجود طبعا ده طريقة سيئة مع ذلك برغم انها طريقة سيئة denying the existence of uncontrollable stressors لما الواحد يقدر يما بينكر الضغوط التي لا يمكن يتحكم فيها طبعا من اشهر الضغوط uncontrollable stressors هو death الموت الموت يعني الوفاة ليست حاجة بإذنة وبالتالي يعني بيحصل أحيانا ان الشخص ينكر هذا الأمر ينكره فده ما فيهوش مشكلة في البداية may be fine in the short run يعني ممكن تبقى مقبولة في الأول but may lead to problems if no other coming strategy is used يعني هي في الأول مقبولة خصوصا مع انها uncontrollable stressors الضغوط التي لا يمكن التحكم فيها ولا يمكن لكن لما تيجي نتكلم على scores of exam نتيجة امتحان بقولها ده uncontrollable stressors لأ ده حاجة المذاكرة الدراسة الدراسة الحضور الكذا ده حاجات بتخلق نبقى ده مش uncontrollable لكن death لأ ده حاجة مش بيدينا بالتالي ممكن denying يعتبر fine يعني fine يعني مقبول بس امتى مع نوع معين من stressors اللي هو uncontrollable stressors وفي وقت معين اللي هو المدة معينة اللي هو short run على المدى القصية لكن لو كانت ده يعني يعني ممكن تمثل مشكلة كبيرة أو تؤدي إلى مشاكل لو احنا ما استخدمناش معاها coping method اخرى وبالتالي ده مثال جيد جدا على هذا الامر similar بالمثل بالمثل هنا جايبلي بقى يعني على مثال آخر لكنه على الجانب الآخر من 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 people who lie enter on active problem focused coping مش معنى دولت برضو لأن ده نوع من النوع استراتيجي اللي في اتفاق من الباحثين عنها يعني جيدة جدا إن الواحد يتعامل مع أسلوب مجابها problem focused يركز على المشكلة active active يعني في إن الشخص مش static يعني في نشاط في حركة بحاول حل المشكلة بعمل حاجة might handle controllable stressors ممكن يبقى كويس جدا للضغوط التي يمكن التحكم فيها وأنا قلت من الضغوط اللي هي الامتحانات مثلا التي هي مثلا الخاصة بالامتحانات دي حاجات ممكن إن نتحكم فيها تحكم فيها بنو يعني حاجة زي time management الوقت ممكن تبقى كويسة جدا مع controllable stressors but find themselves helpless in the face of uncontrollable one طبعا لو بتبقى غير مناسبة والشخص يبقى شعر أنه عاجز في لما يكون بيواجه بيها مشكلة خارج سيطرته خارج كدرته ولا يمكن يتحكم فيها وإحنا قلنا مثلا لو الشخص عنده مشكلة زي مشكلة أن حد يعني شخص توفى عنده ويبدأ يعمل معه بمنطج problem focused coping طبعا تعمل ايه ما هو نسان توفى كونك هتركز في المشكلة فحتصعرك أن أنت helpless helpless يعني شخص عاجز مش قد تعمل حاجة لأن دي حاجة مش بيدينا إذن بنأكد على أن حاجة زي denying الإنكار ممكن تكون في short run fine لل uncontrollable ones بينما ال focus and active problems ممكن تبقى مناسبة لل controllable stressors الضغوط اللي أنا ممكن أتحكم فيها ناتش ممكن أن أتحكم إيه أتحكم فيها إذن إيه الهدف من ال two slides دولت إن إحنا نقول إن مفيش optimal مفيش طريقة مثالية مفيش طريقة مثالية لكل أنواع الدغوط the most successful stressor stress managers يعني أكتر واحد ممكن يكون أنجح شخص في إدارة دغوط منهم مدولة maybe those who can adjust their coping method to the demand of changing situation and different stressors أكتر الناس ناجحين في إدارة الضغوطهم والتحكم فيها هم الأشخاص اللي قدروا يعدلوا adjust their coping method اللي قدروا يعدلوا أثالي بالمواجهة according to what وفقا لإيه changing situations المواقف اللي بتتغير and different stressors للضغوط المختلفة هو ته الشخص اللي ناجح اللي يعرف يعمل adjustment ل their coping method لطلق مواجهته وفقا اللي الحاكتين دولت changing situations المواقف اللي بتتغير دايما and the different stressors والضغوط المختلفة يعني some important informations about coping strategy number one ما فيش there is no optimal coping strategy for every stressors and every persons the most successful manager or stress managers may be those who can adjust their coping method to the demand of changing situations and differing stressors لازم الإنسان يعني كلمة الكلام ده معنى لازم الشخص يكون flexible flexibility المرونة is very important المرونة لكن rigidity اللي هي التصلب والجمود طبعا دي حاجة مش صحيحة وغير دقيقة وبتأدي إلى مشاكل وهو عطانا يعني two examples واحدة منهم تعتبر optimal اللي هي problem focused strategy وال تانية تعتبر ورصة واحدة أسوأ strategy ورصة strategy مع ذلك denial may be acceptable may be fine for uncontrollable stressors وإحنا قلنا uncontrollable stressors زي مثلا natural disasters الكوارث الطبيعية أنا مليش control عليها أنا مليش control عليها كذلك death أنا مليش control عليه فالحاجات دي ممكن تعتبر بس على شرط إنها تبقى short run ونستخدم معها حاجات أخرى strategies for coping with stress can be cognitive emotional behavioral or physical يعني أسلوب المواجهة بتاعي ممكن يكون معرفي وممكن يكون فعالي وممكن يكون سلوكي وممكن يكون بدني أو مادي أو يعني معتمد على الجسد الفيزيكال الجانب الفيزيكال strategy for coping with stress can be cognitive emotional behavioral or physical ممكن يعتبر حاجة من الكلام يعني وحنشوف أمثلة على كل واحدة إزاي بقى أسلوب المواجهة cognitive emotional behavioral or physical بس نتفق على حاجة إن ما فيش أسلوب مجابها pure cognitive ولا pure emotional ولا pure behavioral ولا pure physical بس بتبقى فيه يعني إيه mixed لكن هذا هدف الدراسة فقط science العلم فقط فهنشوف أمثلة على كل واحدة من دولة على ال coping strategies مدتا من cognitive وال emotional وال behavioral وال physical هنشوف أمثلة على كل واحدة من دولة هنبدأ بال cognitive cognitive طبعا إتقوما تسمع كلمة cognitive يعرف إن احنا نتكلم على perceptions على thinking على imaginations هنتكلم على 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 العمليات المعرفية cognitive coping strategy involved changing the way we think يعني ده بيعتمد على فكرة إن احنا نغير طريقة تفكيرنا الطريقة اللي احنا بنفكر فيها نفكر فيها حوالين 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 الضغوط أو مصادر الضغوط نفكر فيها بطريقة مختلفة مجرد إن احنا نفكر فيها طريقة مختلفة ده ممكن يخليني أقدر أواجيها وقدر إن أنا أتغلب عليها فالcognitive coming strategy focus on changing the way we think إن احنا نغير الطريقة اللي احنا بنفكر بيها changing the way we think إن نغير الطريقة التي نفكر فيها the change includes thinking وإحنا قلنا طبعا إن احنا نغير طريقة الطريقة تضمن التفكير لأن تفكيرنا فيه stressors ده بفكر فيه إزاي ده أمر وإحنا فاكرين لما احنا تكلمنا على mediating factors وقلنا في حاجة اسمها إن احنا هل stressors ده predictable or unpredictable ممكن نتنبق بي ولا لا وده طبعا جزء التنبق والperception ودركنا اللي بيأثر زيت change include thinking more calmly إن احنا يعني بيتضمن التفكير بطريقة أكثر هدوءا rationally بطريقة أكثر منطقية and constructively وبطريقة بناءة يعني وأنا بفكر أفكر بهدوء أكثر وأفكر بمنطقية أكثر وأفكر بطريقة بناءة وليس طريقة هدامة فيه ناس طبعا نفكر بيأتفكيرها للأسف فيه nervousness فيه نرفزها وما بيبقاش جيد للأسف ممكن يؤثر تأثير سلبي in the face of stressors أكيد إن إحنا بنفكر بالكلام ده هوت إحنا بنفكر بطريقة أكثر هدوءا وأكثر منطقية لو إحنا بنواجه الضغط and may lead to a more hopeful emotional outlook شوف هنا بالرغم إن إحنا قلنا cognitive إلا إنه النتيجة إيه إنه more hopeful emotional أو خليني أبص للموضوع بصورة أكثر تفاؤل يبقى نظرتي أكثر تفاؤل لأن أنا قدر أتغلب على الضغط ده فيه ناس لما تبقى under facing stress بتبقى يعني تفكيرها طبعا كتير جدا من الطلبة مثلا في final exam مثلا أو خصوة في oral discussion لأنه يعني thinking بتاعه إنه هو شاف إن stress طبعا for many students الكتير جدا من الطلبة ده يعتبر stressors ضغط موقف ضاغط أو مصدر ضغط وبالتالي بتجد إنه هو مش قادر يفكر ولو فكر بقى تفكيره مش هادي ومش منطقي فطبعا كل ده بيخليه بينظر بشورة أي يعني بتبقى شورة pessimistic متشائمة وده بيأثر في أداء for example وده طبعا ده عسبين المثال student with heavy course load الطالبة اللي عندهم heavy course load may experience anxiety confusion discouragement lack of motivation and desire to run away from it all يعني الشخص الطالب الطالب اللي زي حضراتكم كده اللي عنده course load عنده heavy course load عنده يعني محاضرات وعنده في نفسه متحنات وعنده assignment وعنده discussions وعنده duty بتاعته عالية جدا يعني طبعا ده يخليه يشعر anxiety هيبقى مشوش يعني مش متحمس ان يعمل حاجة ما عنده lack of motivation ما عنده دفعية ومي بي يعني to desire عنده رغبة يعني عايز يترك الاشياء دي كلها ويبتعد ويمكن بعض الطلبة بتجد لو يبقى عنده ضغط ممكن يعمل drop للكورس يعمل withdraw من الكورس لانه عنده ومش قادر فيبقى حار لانه اعمل drop للكورس ده او اعمل withdraw من الكورس ده هو فحالة مبقى شوه ده الحل يعني طبعا مش هو ده الحل لكن احنا لو فكرنا بهدوء اكتر ممكن ده يخلينا نساعد نفسنا اكتر طبعا نديف للكلام ده هو اللي احنا كنا بنقوله حوالين ان الشخص عايز يير من كل الكلام ده احيانا بقى الخوف والتضخيم catastrophizing thoughts الافكار اللي هي الكارثية اللي بيضخم جدا الامور such that what if I fail اللي حيحصل لو رصبت في المقرر ده طبعا حاجات دي كلها الافكار دي الافكار الايمة على الخوف وايمة على التضخيم بتعمل magnifying this stress response بتضخم قوي ردود الافعال لتلك الضغوط مازلنا في cognitive coping strategies cognitive coping replace catastrophic thinking التفكير الكارثي ان الواحد يعد بقى طبعا هنشوف كمان شكل من اشكال التفكير الكارثي ان الواحد يشوف الامر ده اكتر من حجمه يعطي الموضوع اكتر من اهميته التفكير الكارثي نستبدل التفكير الكارثي بدل ما نفكر فيه لانه كارثة نبص للضغط على انه تحدي وليس تهدي زي ما قلت الطالب اللي بيشوف انه عنده فيديو تي بيشوف على ان تفكير كارثي كده بيدخم الامور وكبرها لكن هذه طبعاً صعبة المادة المادة دي مش ممكن اجيب فيها جريدز كويس فعنده بعض الافكار اللي هي يعني افكار اللي مضايقية ونحن يعني نطور ونمارس افكار اكثر بناءة اكتر نستخدمها لبناءة تحت الضغط شكراً سيئة اي 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 انا كل اللي قدر اعمله وان انا اعمل احسن حاجة عندي انا كل اللي مطلوب مني ليس علي ادراك النجاح يعني الانسان عليه بازل الجهد ليس علي ادراك النجاح فيممكن يستبدل بدل ما انا مش هادراك فهم ده يقول انا كل اللي مطلوب مني ان انا ابزل اقصى طق ويمارس ده يعمل براكتس للكلام ده ده ممكن يكون شيء اجابي جداً مجابة الضغوط على المستوى المعرفي مش معناها ان الضغوط دي اختفت لا of course but it can help us to perceive them as less threatening and therefore risk disruptive لكن اللي احنا بنعمله ان استراتيجية المواجهة cognitive coping strategy ما بتخليش ان الضغوط تختفي لكن بتخلينا ان احنا نفكر فيها ونبص لها وننظر لها على انها اقل تهديداً وبالتالي اقل تشويشاً وارباكاً وضغطاً علي فدي مهمة جداً ان الواحد يعني ده في المستوى المعرفي يخلي بالنا من فكرة ان احنا بنستفجل التفكير بتفكير آخر على الجانب الاموشنال بقى في عندنا نوع تأخير احنا قلنا فيه الاموشنال وفيه البيهيفرال وفي الفيزيكال فالاموشنال كوجنيتف strategy thinking and finding social support are effective emotional coping strategy البحث على المساندة الاجتماعية تمام بتعتبر بمثابة اموشنال كوبينج strategy بيعتبر بمثابة استراتيجية مواجهة على المستوى الامفعالي يعني الواحد لما يبقى في ضغط يبدور على صحابه اللي ممكن يسندوه يدور يعني بيحب الناس تقف جنبه ده بيعتبر emotional coping strategy فالsocial support يعتبر emotional وتعتبر effective coping emotional coping strategy استراتيجية مواجهة انفعالية فعالة لأن الناس اللي هتجيطوا قف جنبي حط قف جنبي عشان يعني تهديني ما تزعلش كذا طبعا بتمثل على المستوى الاموشنال على المستوى الانفعالات as mentioned earlier feeling that you are cared about and valid by other الواحد لما يشعر ان في حد بيهتم بي وان في حد بيهقدره ده ممكن بيبقاله يعني different يعني positive effect له تأثيرات ايجابية كتيرة جدا على سبيل المثال ده بيعتبر بمثابة يعني صد او حاقة صد حاقة صد اتجاه او ضد التأثيرات المضرة او اللي بسبب الامراض للضغوط مجرد ان انت تعرف ان في حد ان انت شخص حد مهتم بيك وده طبعا اثبتوه علميا وان الشخص مثلا لما بيشعر هو مريض ان هو في حد ده بيقال لفترة المرض ويقلل ويخلي الشخص يشفى بسرعة على المستوى السيكولوجي وعلى المستوى الطب بيقال شو بقى ده ان الشخص يعرف ان هو ان في حد مهتم بيه ده ممكن يعني يحسن الوصيفة المناعة بتاعت الجسم يعني كلام يعني ما بين السوشال سابورت والإميون فانشنينج الواحد لما بيشعر في حد متم بيه وإحنا قلنا ان فترة المرض ممكن الشخص يشفى أسرع من الأمراض لمجرد يشعر ان هو فيه فيه في ناس حاسة بقيمته وحاسة بقيمته موجودة في الحياة فكل ده حاجات طب لو انتقلنا للbehavior coping strategy استراتيجيات المجابهة على المستوى السلوكي زي اي احنا شفنا السوشال سابورت مثلا أو المستوى السلوكي بقى فيه نوع آخر من الجوابها اسمها behavioral coping strategy ودي بتضمن involved changing behavior in order to minimize the negative impact of stress هنا بناء التركيز على ان احنا نعدل سلوكياتنا نعدل سلوكياتنا زات negative impact of stress اللي ممكن انها من شأنها انها طبعا هتقلل هتقلل التأثيرات السلبية للضغط الضغوط تأثيراتها السلبية هتقل طب انا قدر اعمل ايه على مستوى السلوكي ايه العادات السلوكية اللي ممكن انا اعملها يعني ممكن اغير من سلوكيات داي قلل من تأثير الضغط علي التأثيرات السلبية للضغوط ايوان طب زي ايه مثلا ممكن نشوف استراتيجي بهذا الشكل time management ادارة الوقت طبعا فيه program مختلفة وفيه ناس بتعمل master degree درجات ماجستير ودرجات دكتوراه علشان تعمل program حوالين time management ادارة الوقت وادارة الوقت فيها steps كده هنشرح ها لحضراتكم يعني هتجدوها انها يعني مهمة جدا حتى على مستوى الفترة اللي انتو فيها حاليا دلوقتي فترة والexams والquises والassignment والduties الكتير اللي عليكم لو انت عملت لنفسك time management ادارة الوقتك ادارة للوقت بتاعك فده من شأنه انه هيخليك انك انت negative impact of stressors الضغوط اللي انت متعرض عليها ما بين الكوزز والexams والoral discussions والduties والassignment ده حيقل فالtime management من الاشياء المهمة جدا حنشرح حالكم بشكل مبسط كده time management is one example what's an example of a of behavioral coping strategy if it seems that you are always pressed for time احنا دايما مضغوطين بالوقت يعني اليوم 24 ساعة لكن لو انا نظمت وقت ممكن حستفيد بهم صح حستفيد بهم صح فدايما كلنا مضغوطين بالوقت الوقت الوقت دايما كل واحد الوقت حتى لما بيعمل فيه exam او امتحان يا ترى الوقت الامتحان هيكفي ولا لا للكورس لكل الموضوعات دي ولا لا فدايما احنا بيبقى عندنا يعني دايما مضغوطين بالوقت الوقت دايما ضغطنا برضو خلي بالكم الTIME مانجمانت مش معناه هيعملك extensions للdays بحيس ان هو بدل 24 ساعة هيصبح اليوم مثلا 48 ساعة لا مش حاجة اسمعه كده وحيخليك ان ان انت تعمل ان ان انت تستفيد تستفيد للday hours مثلا الساعات اليوم لكن كتير مننا فالتالي بيكلم على حاجة اسمها time management plan في حاجة اسمها خطة ادارة الوقت time management plan خطة ادارة الوقت نعملها ازاي خطة ادارة الوقت دي واللي steps بتاعتها كل واحد فينا يمسك وراء ويكتب انا بقضي 24 ساعة بتوع اليوم كل ساعة من اليوم بقضيها ازاي بقضي كم ساعة وده اعمل في الموبايل ولا في الموبايل او بعمل chatting ما لازمة او بدخل على الفيس او خش على توشيال ميديا او اخش على تويتر او اخش على استجرام او اخش على يعني كم وقت من وقت بتقضي يعني قولنا كده كل واحد how you spend the each hour of each day in a typical week ازاي بتقضي يعني في اسبوع عادي ما عندكش في invitations الحاجة معينة ما عندكش في مثلا شخص مريض لان اصبوع عادي typical week بس انت بتقضي كل ساعة بتتقضي ازاي يبا احنا عايزين محتاجين كالندر محتاجين يعني استخدم كالندر all day planners ودي حتى موجودة في اللابتوب وموجودة في الموبايل وموجودة في اي system موجودة الكالندر وموجود day planner طبعا استعمل عم بهم ايه to record how you spend the each hour of each day in a typical week وسجل فيهم سجل فيهم كيف انت بتقضي كل بتقضي كل ساعة في كل يوم من اسبوع لمدة اسبوع سجل كده كم ساعة منهم نايم كم ساعة منهم قدام التلفزيون كم ساعة فيهم الساعة الموبايل كم ساعة فيهم في transportation مثلا كم فيهم بتحت attending lecatchers مثلا كم واحد وشوف كده عمل كده day planners كده ولي بساعة بساعة وشوف بتعمل ايه على اساس انك انت الخطوة الجاية second step جدا next analyze the information to locate when and how you might be wasting time and how you might use your time more efficiently بص بقاو حل للمعلومات اللي انت جمعتها بعد اسبوع بص في الكالندر ده وحاول انت عادك تقول كده وتبص وتسأل نفسك يا ترى فيه اوقات انا من تلها wasting time ضيعت وقت فيها طب ايه الاوقات دي طب how you might use your time وتفكر ازاين انت تستفيد بالاوقات دي بطريقة اكسر فاعلية طريقة اكسر فاعلية واكسر كافية اكيد كل واحد فينا حيلاقي فيه ساعات كتيرة جدا من اليوم بتتقضى في حاجات wasting time وقت ضايع ده الاوقات اللي انت يزن تفكر ازاي انك انت تستفيد بيها بطريقة اكسر دقة دي الخطوة رقم اتنين بعد ما عملت record الخطوة التانية analyze انت حللت then set out a schedule for the coming week and stick to it بعد كده بقى خطوة رقم تلاتة حط بقى جدول حط جدول للأسبوع اللي بعد منه والتزم به لان كتير من الاشخاص بيحطوا جداول ما بلتزموش بيها and stick to it يعني التزم في كل كلمة انت كتبتها في دي في الخطوة رقم ايه رقم تلاتة طبعا الكلام ده كله حيخلينا make adjustment in subsequent weeks كل شوية عدل في الجدول ده عدل في الجدول ما انت كل أسبوع عملت أسبوع تاني لتزمت به تزمت بنسبة data عدل بقى في as you learn more realistic way to change your time كل ما انت بتتعلم اكتر حوالين طرق او تتعلم اكتر حوالين الطرق الواقعية اللي تدير بيها وقتك كل ده ما حيتطلب منك انك تعمل adjustment بحيث انك تعرف ان وقتك بديع ازاي واستفدت بيه وعدلت وحدلت فطبعا كل ده بيعتبر شيء مهم جدا في قدرتنا الوقت فقدرت الوقت ان حاجات المهمة time management cannot create more time مش هيزود لك الوقت زي ما انا قلت في البداية ان مش اللي 24 و 20 ساعة هيبقوا في اليوم هيبقوا 36 ساعة مسلا لأ 24 hours 7 days a week معروفة 24 hours 7 days a week يعني 24 و 20 ساعة 7 ايام في الاسبوع مش هيحصل لهم مش هيديك وقت زيادة time management but it can help control catastrophizing thought لكن ده ممكن يساعدك في انك تتحكم في افكارك اللي هي احنا قلنا ايه الكارثية الافكار اللي مبالغ فيها شوف بالرغم ان احنا بنتكلم على ايه على behavioral strategy دخلنا فيهم في cognitive strategy اه زي ما انا قلت في البداية برضو ما قدرش ان انا عمل separation زي ما بين cognitive strategy والbehavioral strategy والemotional strategy فهاشيخ لو انت بتعمل time management وكام حتى في حتى من افراد الاسرة بيساعدك بيوجيهك بتحس انه حيساعدك برضو في ادارة وقتك فادارة الوقت مش هتزود الوقت لكنها هتخليك تتحكم في افكارك الكارثية الافكار اللي بتدايقك الافكار اللي ممكن شعرك انك انت يعني بدأت انك انت تفقد قدرتك على التحكم في الوقت فطبعا ده هتخليك فبالتالي مش حابق في عندك افكار كارثية او تتحكم فيها بيتحكم فيها ازاي انه دايما بيقدم لك يعني بيطمنك بيطمنك that there is enough time for everything دايما في وقت كافي لكل حاجة and a plan for handling everything you have to do ودايما في خطة تقدر انك انت تقدر يعني لانك انت تتعامل مع كل حاجة او انك انت تتعامل مع اي شيء انت المفروض عليك انت تعمله فهنا time management مش هيعمل extension create more time لا طبعا ما بيعملش create more time لكن بيعمل control by providing reassurance that there is enough time for everything and a plan and a plan for handling everything you have to do كل شيء مطلوب منك تعمله هتلاقي لوحد اذا خططت له وضعت له خطة الاستراتيجية رقم 4 والاخيرة physical coping strategy الاستراتيجية المواجهة المستوى البدني الجسدي وهنا بيبقى بنتكلم على ممكن ان انا اعمل استراتيجية تعتمد على الجانب البدني can be used to alter the undesirable physical response that occur before during or after appearance of stressors اكيد الواحد لما من قبل ما بيبقى الضغط ييجي واثناء وجود الضغط وبعد ظهور الضغط يعني قبل الامتحان احنا متوترين اثناء الامتحان احنا متوترين بعد الامتحان في توتر فدايما في في الضغط دايما في ضغوط قبل وبعد واثناء طبعا الفيزيكا ممكن استخدمها عشان اغير من استجابات البدنية او الفيزيقية او الجسدية غير المرغوفية يعني الواحد لما يبقى under stress ممكن بعض الناس بتعرض عليها اعراض تجدوا انه هو متعصب تجدوا انه هو بيبكي فالبكا دا سلوك تجدوا انه هو مثلا شخص ممكن انه هو يعني متوتر بيبقى عنده ردود افعال على ضغط الدم ممكن يرتفع مش عارف تجد بعض الناس مش عارف نجد انه درجة حرارتها ترتفع في ناس بتحصل لها physical response عالي جدا هو تحت الضغط بعض الناس حتى بيصلها الى مراحل اصعب من كده فاحنا عايزين نغير تلك السلوكيات غير المرغوبة في اثناء وجود واثناء الضغط the most common physical coping strategy is some form of drug use drug use دي احد صور الفيزيكا coping strategy يعني الشخص ياخد ادوية زي الادوية كده اللي بناخدها لما الواحد يشعر بالصداع فبعض الناس لما تبقى under stress بيجي الاصداع تصعر بالهيدك مثلا دي ما احنا قلنا فممكن ياخد drug use ياخد drug use عشان طبعا هذا الكلام لو مش under يعني مفيش prescriptions مش موصوفا بصير دكتور طبعا دي كارسة تانية في بعض الناس بتبقى drug use دي ممكن تعتبر مثلا مخدرات ممكن تبقى اشياء مش كويسة علشان خاطر يقلل احساس وبالتوتر في بعض الناس بتاخد drink مثلا خمور فكل دي تعتبر اشياء غير جيدة لكن دي the most common physical is some form of drug use سواء حاجة medications او حتى طبعا اشياء من اشكال or الادمان لبعض الاشياء لكن دي اسواقهم طبعا يعني بالرغم دي most common prescription medications are sometimes prescription medications الادوية الموصبية موصبية بسيط الطبيب are appropriate coping aids دي تعتبر اسلوب مجابها مساعد معين especially when stressors are severe and acute such as the sudden death of one's child طبعا بتبقى يعني مناسبة احيانا لو الشخص عنده نوع من انواع الضغوط الشديدة جدا والحدة زي ما بيكون مثلا شخص يعني حصل موت مفاجئ لأحد اولاده او اطفاله عنده طفله وتوفق او كده بيبقى الشخص ده بيعتبر severe ضغط جديد جدا وفي نفس الوقت ضغط حد جدا فممكن في الحالة دي ان اتعمد على prescription medication بس امتى when the stressors are severe and acute such as the death the sudden death of one the child لكن مش هو دي الطريقة الامثل واللي دايما بتستخدم شدر الامثل والتي دايما بتستخدم بس prescription معناها فيه دكتور هو اللي كتب الكلام دي خلي بالك منذير كلمة prescription medication prescription medication prescription medication يعني دواء موثى به بوسط الطبيب however people who rely on prescribed or non-prescribed drugs including alcohol طبعا including alcohol معناها الخمور يعني to help them face stressors may come to believe that their coping success is due to the drugs not to their own skills طبعا الشخص اللي بيعتمد على الحاجات دي سواء كانت يعني سواء كانت متعلقة بموصى بها بصود الدكتور أو مش موصى بها بصود الدكتور زي الخمور مثلا ويمكن لأسف في معظم الموفي مثلا في الموفي تجد الشخص متعرض ضغط ما تجده على طول راح على كازينو على بار وبدأ يشرب خمرة على ألساس إنه هو ده طريقة الحلول اللي بتقدمها معظم الموفي بناجيتها في مواجهة الضغوط فطبعا بيكلم على فكرة الكحول والدراجز والاداكشنز والإدمان والكلام زي ده حاجات دي حتى لو حتى حتقدي إلى نتيجة لكن كارستها إن الشخص بيعتقد إنها إن نجاحه في مواجهة الضغط هي نتيجة للدراجز اللي خده مش نتيجة مش نتيجة لمهاراته اللي هو بيتميز بها أكتر من كده حتى كمان إن تأثيرات الضغوط أو تأثيرات المواد اللي هي العققير والأدوية والدراجز دي ممكن يكون تأثيرتها طبعا على الاستجابة للضغوط ممكن تتداخل مع قدرة الفرد على إنه يطبق أو يستخدم أسليب مجابها ممكن تعوقوا على الكلام ده ممكن تمنعوا لأنه أصبح معتمد عليها لكن زي ما قلنا مش دي الطريقة الوحيدة طبعا نتيجة نتيجة إن الشخص يعني فقد القدرة على إنه يتحكم في الضغط طبعا وأشياء كلها ضر بروجريسيف ريلاكسيشن طبعا في حاجة اسمها طبعا الاسترخاء وفي الاسترخاء دي يعني أو الحاجات دي كلها والفيزيكال اكسرسايس والميديتيشن الممارسة رياضة الاسترخاء الميديتيشنز تأمل كده والتفكر حاجات دي كلها بتبقى نان كيميكا المسود وتأثيراتها إيجابية جدا فممارسة الرياضة كتير من الناس ممكن يبقى متدايع عنده ضغط لكن ينزل يتماشى شوية جاري وبساط شوية كده ينزل يتماشى في أي في الـ دورز اكتيفتي كده ده ممكن يؤدي إلى فكل دي طرق كل دي طرق ليست كيميائية لكنها بتهدف إلى فكرة إن احنا نعدل أو نخفض ردود الأفعال للضغوط للضغوط اللي بتعرض لها اللي هي زي نان كيميكا المسود زي الفيزيكا الأكسرسايز ممارسة الرياضة العلعب الرياضية الميديتيشنز اللي هو التأمل والبروجريسيف ريكسيشنز اللي هو الاسترخياء كل دي أشياء ممكن إنها تساعدنا في الموضوع لو حبينا نراجع الكلام ده هنقول والله إن احنا عندنا كوجنيتف اربع حاجات الكوجنيتف بيركز على نفكر في اكثر من إنه طبعا نتجنب حتة نحنا عايزين نعمل كل حاجة بصورة تامة الاموشنال سوشال سابورت البيهيفيار طبعا تايم مانيجمانت الفيزيكا البروجريسيف ريلاكسيشن اند ترينيج لو إحنا مثلا يعني ده طبعا ده حنبقى سؤال نبقى وبعد أسئلة حنبقى نحاول نحطها كاتاستروف هنبقى ندي بعض أسئلة كده على الشيط عادتهم تتدربوا للفاينال بس طبعا نحطها على 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 الموضلز يعني على كل حلقان نكون خلصت كده المحاضرة دي وهقف الريكوردينج غاية هنا وأخد بس الاتنديد بتاعنا بحيس نشوف الحضور بتاعنا شكله عمل جزي